مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة سكورة HD نرحب بكم اليوم من قرية تافردوست بسكورة أمدازة بالمملكة المغربية تافردوست بسكورة هو دوار جميل يقع في إقليم بولمان في المغرب يعتبر هذا الدوار واحدا من المعالم السياحية المميزة في المنطقة حيث يتميز بجماله الطبيعي وتنوع معالمه تحيط المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الأطلس المتوسط بدوار تافردوست الذي يشبه شكله شكل باخرة من كل جهة مما يخلق مشهدا ساحرا ومهيبا تزدهر الأشجار والنباتات الخضراء في المنطقة مما يضيف لمسة جمال طبيعية فريدة كما تتدفق الينابيع والأودية المائية الصافية عبر الدوار مما يخلق أجواء منعشة وهادئة تتميز المنطقة بأراضيها الزراعية الخصبة والمناظر الريفية الخلابة يمكنك رؤية حقول الحبوب والزيتون والفواكه المتنوعة وهي تمتد على مساحات شاسعة تعتبر هذه المناظر المدهشة فرصة رائعة للاستمتاع بالطبيعة والتقاط الصور الجميلة تشتهر منطقة تافردوست بالفلاحة وتربية الماشية وهما قطاعين أساسيين يلعبان دورا هاما في اقتصاد المنطقة وثقافتها فيما يتعلق بالفلاحة تعتبر أراضي تافردوست خصبة ومناسبة للزراعة يتم زراعة مجموعة واسعة من المحاصيل مثل الحبوب مثل القمح والشعير والزيتون والفواكه والخضروات يستفيد المزارعون من التضاريس المتنوعة والموارد المائية الوفيرة مما يعزز إنتاجية الأراضي وجودة المحاصيل أما فيما يتعلق بتربية الماشية فتعد تافردوست وجهة مهمة لتربية الأبقار والغنم والمعز توفر المناطق الجبلية المحاذية لجبال الأطلس البيئة المثالية لتربية الماشية حيث توجد مراعي خضراء ومياه جارية تكفي لتلبية احتياجات الحيوانات تعتبر هذه الأنشطة الريفية التقليدية جزءا لا يتجزأ من ثقافة المنطقة وتاريخها تعتبر الفلاحة وتربية الماشية مصدرا رئيسيا للعيش وسببا للتقدم الاقتصادي في تافردوست تعمل العائلات المحلية على الحفاظ على هذه التقاليد وتنقلها عبر الأجيال تشكل المزارع والمراعي جزءا هاما من المناظر الطبيعية للمنطقة وتجعلها وجهة مثالية للمسافرين الذين يهتمون بالزراعة المستدامة والتراث الريفي تشتهر المنطقة أيضا ببنائها التقليدي العريقي الذي يعكس تراثها الثقافية والمعمارية الغنية إذ تحتفظ بمبان تقليدية تم بناؤها منذ قرون وتعكس تقنيات البناء التقليدية والمواد المحلية المستخدمة يتميز البناء التقليدي في تافردوست بمظاهر معمارية فريدة وجميلة تتميز المباني بأسقفها المصنوعة من الألواح الخشبية والقش والطين مما يمنحها مظهرا تقليديا ساحرا تستخدم الحجارة المحلية والطين والخشب كمواد أساسية في البناء مما يعزز الاستدامة والانسجام مع البيئة المحيطة تتميز المباني التقليدية في المنطقة بتصميمها الوظيفي الذي يتناسب مع احتياجات السكان المحليين وطبيعة المناخ يتم استخدام تقنيات البناء المحلية لتوفير الحماية من البرودة في فصل الشتاء والحرارة في فصل الصيف يتم تصميم المباني بميزانية جيدة للتهوية واستخدام الإضاءة الطبيعية بشكل فعال وفي الأخير تعتبر منطقة تافردوست وجهة مفضلة للعديد من الزوار وذلك بفضل تنوع الأنشطة والمعالم التي تقدمها إذا كنت من محب طبيعة والمغامرة فستجد في تافردوست الكثير لتستكشفه تحتضن المنطقة جبال تشوكت التي تعتبر من جبال الأطلس المتوسط وتضاريس متنوعة تتيح لك فرصا رائعة للمشي وركوب الدراجات ورحلات التسلق تضم المنطقة أيضا حدائق ووديان طبيعية خلابة حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة والتنزه في ظل الأشجار الكثيفة والينابيع الجارية تافردوست ومعها سكورة أمداز ليست مجرد وجهة طبيعية بل تتميز ايضا بتراثها الثقافي الغني يمكنك زيارة القرى التقليدية والتعرف على الثقافة المحلية والحرف التقليدية ترجمة نانسي قنقر